شكراً لك يا أمي راجل قد كده الفترة الجاية عنده الدنيا حلوة يعني الدنيا هتثبت عنده كل الحاجات اللي فيه دوت بيبقى ضغوط سنين فاتت شهور فاتت أمور وهتعدي يعني المرحلة الجاية عند السرطان حلوة جداً جداً برج السرطان بواجهة عام ست راجل الفترة الجاية أي قارات عايزين ياخدوها هتبقى لصالحهم سواء عاطفياً أو مادياً أو عملياً حال طيب فيه برضو شيرين بتقول الأسد أربعة تمانية والقوس أربعة وعشرين حداشر بلست همش آيلا مين ولد وبين بصرف النظر سواء يعني برج الأسد وبرج الكوس بنيز بأكتر أربورجين مع بعض بنسبة يعني 95% بيتقابلوا وبيتجوزوا سواء ست أسد أو راجل أسد أو سواء راجل كوس أو ست كوس لازم يتقابلوا وبيتجوزوا وبيستمروا بنسبة كبيرة وخصصاً كمان النسبة الأكبر اللي بيستمروا لما بيكون الست هي اللي كوس هو الراجل أسد لما بيكون الست كوس والراجل أسد بتبقى فيه استمرارية ما بيبقاش فيه انفصال خالص لكن لما بيبقى شوية الراجل اللي هو كوس والست أسد بيتقابلوا وبيتجوزوا أو بيرتبتوا بس ممكن على المدى البعيد متى ما يكملوش لكن علاقة نجحة جدا مع بعض ومستمرة وهم البورجين بواجه عام الفترة للمرحلة الجاية لأبراج النارية الدنيا عندهم حلوة يعني عندهم طلوة خاصة ان الكوس كان بقى له فترة الدنيا عنده مش حلوة بدأت تثبت عندهم كل المشاكل اللي عند الكوس بس الفترة اللي جاية ان هم عندهم حد قريب منهم يعني كبير في السن هيتعب شوية يبقى فيه اهتمام عائلي يعني عندهم حد في العيلة عنده طعب شوية فهيبقى فيه الاتجاهات كلها تبقى ناحية العيلة لبرج الكوس طيب صابرين بتسأل عن 22-2 22-2 برج الحوت واخدى من الدلو برج الحوت الفترة دي برضو ما كانش كان عنده شوية عقوسات او كان عنده شوية هو فهم الدنيا غلط لان الحوت برضو من الابراج اللي متشبسين برأيهم او بيشوفوا الحياة من وجهة نظرهم هما وعايزين الحاجة زي ما هم عايزينها دلوقتي ما بياخدوش بالهم ان فيه ظروف اه هم اكتر حد بيزفروا اكتر حد بيستحملوا لكن ما بيبقوش شايفين الصورة صح زي ما هم شايفينها هم ببقوا فاكرين ان هم شايفينها صح لكن هي الصورة بتبقاش واضحة ليهم زي ما هم شايفينها فيهدوا شوية لان الفترة الجاية عندهم برضو حلوة لابراج المائية الفترة الجاية عندهم حلوة سواء حوت او سلطان او عقرة بالدنيا الفترة الجاية عندهم حلوة جدا او بالاخص من بقرة الدنيا تبتدي تهدى عندهم نوعا ما وامرهم هتبقى ماشية ماديا وعملية حل طيب معنا تليفون من حنين شكرا يا حنين طيب في حد بيسأل عن برج المدينة ترجمة نانسي قنقر